السلام عليكم اليوم تنظر هذا الفيديو حتى لا نستطيع أن نرى ما يوقع في بلادي المغرب هذا هو الشهر المصلي يريدون أن نرى مناسبات في إنسقان، السافي ودبطانجا ونرى مجموعات المراعقين للهبان يتحاملون على أخواتنا وبالسبة للدين يتعاملون بطريقة كسولة، هبيلة وليس تقبل لدي ثلاثة المساج يريدون أن ندوزهم أولا أنتم يا الحمير لتتحاملوا على أخواتنا إن شاء الله العدل سيضر خدمته و ستتحاسبوا على الجريمات لدرسه و ستتحاسبوا على هذه الطريقة التي تتفكروا بها لتتوري لنا غير بشحال أنتم ناقصين و محنيين و مازال تتعلموا على هذا الدنيا و إلا بقتوا مازالتتتعاملوا هكاك باحترام سنناكم الجهنم إن شاء الله ثانيا الحكومة يجب أن تتحركوا و توقفوا هذه الحركة الخطيرة التي تضعنا للإكتريميزم البلاد ديالنا مستمح ديما كان مستمح كبرت في واحد المغرب مستمح و متدين نحن مسلمين نحن عارفين اللي بناتنا و بنا اللي خلقنا ولكن نحن دكيين و المغرب بلاد متقدم إلا ما بغيتوش تشوفوا أولادكم كهرباء و اللي تخنز كبقى في هذا البلاد تركوا ثالثا أخوتي المغربة أخوتي المغربة اللي لم تفقينش مع اليواقع أخوتي المغربة اللي خرجتو في الزنقه و دفعتو على أخوتاتنا أخوتي المغربة اللي بغيتو تشوفوا المغرب صحي بحل تنحبوه وبحل كبان في الخارج تنشجعكم تنتم تديروا فيديو ديالكم تبرتاجوه هذا الفيديو مع أصحابكم و العائلة ديالكم و تديروا تنتم فيديو باش نوريه لهذا الحمير بأننا سنتحماو عليهم سنتحماو عليهم حيث ما متفقينش حيث بغينا البلاد ديالنا يبقى بحال كان بحال ديما كان بحال تنحبوه و ما غادينش نخليه هاد المجمعات مجمعات ديال الهبال ما زال يتحماو على الأساسية ديالبلدنا اللي هي أخوتاتنا و الأمهات ديال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته